السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والسرور يا رب العالمين والله يا ربي فرج عليكم يا رب العالمين اللهم يا رب فرج الهم ويا كاشف الغم يا حي يا قيوم فرج همي وهم جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين والله سبحانه وتعالى يحفظكم في طريقكم تسيرون ان شاء الله دواماتكم متردون بأمن وسلامة يا رب العالمين وتوفيقا منه شو باستفيد من الحكم إذا أخذته صدر لي حكم ابتدائي استينافي تمييزه والمحكمة العليا أبا نفذ هذا الحكم لازم ما أقدر أمسك في الشارع وقلوك أنا عندي هالورقة بالحكم ما تقدر لازم تنفذ هذا الحكم وإجراءات التنفيذ سهلة طبعا عندما أنت تدخل على النظام السيستم الحين وتودع طلباتك بالتنفيذ وشو طالب بالضبط وطبعا بالنسبة بتعلنه بالتنفيذ والإعلام بيكون طبعا خلال سبعة أيام وأيضا بعد ذلك تدفع الرسم وتكتب طلباتك اللي أنت فيها وممكن تكون الطلبات عندك أنت مخاطبة المصرف المركزي لمخاطبة البنوك كان سابقا وممكن استعلامات عن الحسابات الآن عدلت المادة أيضا فيها المادة الثانية أنه أيضا الفقرة اللي أقصد أنه أيضا ينفذ مباشرة يحجز على الأموال وترسل إلى الملف التنفيذ وتتقدم أنت الطلب صرف وتصرف على حسب رقم الحساب أو لا يباني للأنتحاط ممكن يتقدمون إلى دائرة الأراضي والأملاك يستعلمون عن عقاراتك ويحجزون عليها ممكن يستعلمون عن رخصك في دائرة تنمية الاقتصادية ويحجزون عليها ممكن عن سياراتك يستعلمون عن عدد سياراتك ويحجزون عليها في دائرة المرور أو في الجهة المختصة هل أمورها كلها أصبحت إلى أن ممكن يطلب الأمر الضبط والإحضار وقلنا الضبط والإحضار أصبح في دبي في دبي أعيدها بس فيدبي لحد الحين لابد انك انت كمنفذ تطلب يسألني القاضي يعني شو عايز ان امر الضبط للحضار شو عندك اثبت لي ان هذا يعني غير معسر وانه موسر وان لديه اموال وقد هربها مثلا او اخفاها وان امتنع عن سداد القص بدون مبرر وغيرها مثل ما اتكلمت في الفيديو السابق او ان يصدر عليك مثلا امر منع من السفر طيب انا لديت الحين كشخص مدعي علي اتفاجأت بهذه الرسالة اللي ياتني وتوصلكم انت دائما مثلا احيانا بانه عليك انه قد تم فتح ملف تنفيذ عليك وانه يتعين علي خلال سبعة ايام من سداد المبلغ ولا سيتخذ الاجراءات القانونية في حقك عرفتها بطريقة ما شانت ينبه من سنة عشرين عشرين تغيرت القوانين اصبح الاعلان صحيح على الموقع والعنوان مثل ما كان قبل لكن الحين سواء اللي يقولون ما سمونا السركي وغيرها الان اصبح الاعلان حتى بالايميل الاعلان بالموبايل بالمسجات الان انت احذر وقت ما تسجل قضيتك او تتفقه اي حد عقدي جارة وغيرها او بنكة وغيرها انك تحط عنوينك الصحيحة واذا حدث تغيير مباشرة ابدات وتنزل على السيستم بنفسك للأسف ان فيه البعض كسلانين في كل شيء للأسف يعني ما بغير يقولاني بعد يبقى كل شيء جاهز جدا المحام يخلص لك كل شيء جيه بس بالسؤال ما يبقى حتى يكلف نفسه بشيء للأسف يعني ايضا في النهاية انت المتضرر فتبقى تغير عنوانك تغير الإيميل تغير رقم موبايلك لا بد ان تثبت حتى ما يثبت عليك الاعلان ولما تتبت قدم يقولك والله عدم قبول الاستعنام تقديمه بعد المعادة وانك انت تم اعلانك رسمه ما تقدر طيب شو بتلجأ للحل هل انتهى هذا الموضوع ان عليك حكم وهو داخل الحين في مرحلة تمييز عندك اذا متأكد مية في المية ان بالفعل وقع عليك غش تزوير لا تدخلون البعض يوم يفتح الملفات يدخل في مواضيع ثانية بتتكلف فيه عندك حالتين ياما اشكال في التنفيذ ياما رفع دعوة موضوعية في التنفيذ كلاهم فيهم تأمين يمكن حدود خمسة الاف درهم وطبعا تصادر هالمبلغ من غير رسم اذا لم ينجح يعني عندك الاشكال وبالنسبة للتنفيذ الدعوة الموضوعية في التنفيذ لها بس مرحلة الاستعناف ولا يجوز الطعن عليها بعد ذلك طيب البعض للأسف يوم يقدم أمام التنفيذ يقدم نفس الأسباب الموضوعية اللي مقدمينها سابقا واللي خلاص القاضي التنفيذ أصلا قاضي التنفيذ بصفة عامة هو الحين في صف المنفذ في صفه ليس لأنه محابنة وحباه ولا أنه يحبه لا لأنه يعني جدامه أحكام ملتزم فيها قاضي التنفيذ ورغم ذلك قاضي التنفيذ يقولك على عين والرأس تفضل قدم أسبابك لا تحرجني يا أستاذ لا تتكلم في مواضيع والله أنا مصدقنك أو حاجة لكن هذه دفوعك كلها كان مفروض أن هناك تدفعها وليس أمامي أنا أمام الموضوع أنا قاضي تنفيذ إذا بتبيني في الإشكال أشياء وقعت عليك بالفعل مخالفة وبالفعل وموجودة وما قدرت تتمكن بذكرها هناك مثلا لفوات الميعات وغيرها أنا بحقق لطلباتك أيضا بالنسبة للدعوة الموضوعية وهذا الأسف للبعض يضيعها فيها يعني من كم من يوم صدر حكم ولله الحمد في قضية تنفيذية فيما فوق المليون كان الموكل خلاص بالنسبة للشخص قد صدر عليه الحكم الابتدائي واستناف والتمييز وصدر عليه أمر قبض ومنع السفر وكل شيء والإجراءات والزامة بالسداد تم التقدم إلى قاضي التنفيذ بإشكال في التنفيذ وتشرح الظرف وتشرح الظروف اللي جيه والحكم موجود عندي وصادر البارحة لله الحمد تشرح الظروف وتبين الأسباب اللي أنت من أجله طالب إشكال في التنفيذ وبشرح وبأدلها أيضا سواء منع السفر منع السفر للناس اللي مستهترة فيه وتقولك ما مشكلة عندي منع السفر المهم شي اللي أمره الضبط والحضار منع السفر وايد مهم بالنسبة لك وايد تتوقف عليه حياتك في ناس ما شافوا أهالي يوم من سنين في ناس خراص ما بعارفين شو يسعون بفرض لها فيديو فيه ثغرات معينة لمنع السفر كيف تتجه فيها وكيف تشيلها إن شاء الله في الحالة هاي الحين أنت أمامك بتبين لقاضي التنفيذ بالإشكال الله الحمد قاضي التنفيذ وافق على حالة القضية أو الدعوة إلى الخبير وحدد مهام معينة هنا يقاضي التنفيذ زاك الله خير لكن انت صادر علي أمر قبضه إحضار وضبطه إحضار وانا ما قدر أتحرك ما بقادر أتحرك لا شمال ولا يمين وانا عندي مهمة وبنتقل لمكتب الخبير وبرجع حتى لو كان أونلاين أو هنا عندي أيضا أوراق معينة بطلبها عساس برر موقفي وأثبت نصيبي من غير أننا تقدم طبعا كشف مدقق بالحسابات في فترة تواجدك في الإدارة إن هذه المبالغ ما وضيفت إلى جيبك وإنما كانت استهلكت في الشركة وافق القاضي والله الحمد على رفع الأمر الضبط والإحضار وقال أنا بس تبدل بمنع السفر قلنا لهم مشكلة هاليومين ثلاثة يام نحن ما مسافر المهم قدمنا للخبير وتقدم وبينا الأدلة والبارحة صدر الحكم الحمد لله بإلغاء كافة الإجراءات اللي فوق المليون وشيء كل الإجراءات راحت عنه والخبير صف أننا في الفترة هاي لم تكن الإدارة تحت إيدنا والله الحمد ونجحة القضية وأي واحد منكم يبيل الحكم أنا برسله له في عندك أيضا موضوع دعوة الموضوعية في التنفيذ هاي فتحت مجالات ما تتخيلونه حتى لو كنت يائس من أول درجة ومن الاستناف ومن التمييز في مجال بس لا بس تنتبه ما تغرق نفسك وتخسر قضيتك كثيرين أنا شفت الدعاوي اللي مرفوعة يخلط يعني الدعاوي اللي هي مفروض تتكلم أمام القاضي الموضوعي في الدعوة المدنية وتخلطها مع قاضي التنفيذ بالتالي بتخسرها أكيد فانتبه وأنا بفرد أيضا فيديو قريبا أيضا يعني صرت فيه عن الدعوة الموضوعية والإشكال في التنفيذ وكيف تبدأ فيه وشو تتكلم وشو النقاط اللي تتجنبها حتى تعمل فائدة على الجميع طبعا الشخص اللي صدر للحكم يسمعني الحين تقريبا وبارك له بعد يأس بعد معاناة والله العظيم ولكن قتلة من البداية إن شاء الله الله بينصرك ولله الحمد والحمد لله تبين الحق وهذه القضية كان في أبو ظبي أيضا إزاكم الله خير ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر